الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرحب فيكم أجمل ترحيب كما أرحب بضيفي وضيفكم وصار زميلنا وإن شاء الله يكون زميلكم بإذن الله الدكتور خالد اللنقاوي حياك الله الله يحييك أريد أن أقول الخبير لكن أقول متخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني اللي الله يستر هالعلم هذا وين تودوننا وإذا صارت مصيبة ربع جاء لك دكتور خالد دكتور اليوم أريد أن أعرف كل من يتابعنا استخدامات هذه الذكاء الاصطناعي أنا كرجل أولي أمر في البيت الأم المعلمة المدرسة كيف نستفيد من هذه التكنولوجيا هذه الذكاء الاصطناعي يساعدنا ويفيدنا طبعا الآن في الشركات بدأت تستثمر استثمار كبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني الآن بمكاننا مثلا على سبيل المثال أنا بالنسبة لي كمعلم أنا شون ممكن أحضر درس نموذجي كامل متكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي أنا ممكن مثلا أحد البرامج أو أحد التطبيقات أنا أستخدمها بأني أنا مثلا أوجد شخصية مو موجودة غير موجودة في السابق يعني أنت في مجرد في بعض البرامج الآن في بعض البرامج الذكاء الاصطناعي تقول لا أنا أبي شخص خليجي بالشكل هذا في المواصفات هذه عندها لحية عندها شنب عندها مثلا كذا طولة كذا كذا تعطيه بس هذه المواصفات يرسم لك شخصية لو أنت تبحث عن هذه الشخصية في أنحاء العالم ما راح تكون موجودة ولكن أهوى أوجد لك شخصية يعني هذه الشخصية ممكن أنت تستخدمها يصير مثلا متحدث يعني يتركب مثلا حتى أنت يعني أنت في بعض الناس يقولك لا أحب أن أطلع بالتلفزيون ولا أطلع بالأصور ولا فيديو لا أنا بس بأخذ نبرة صوتي نزين وبعدين أبعطي محتوى حق هذه الشخصية التي أنا خلقتها تبدأ هذه الشخصية تتكلم صوتي أنا فتجد هذه الشخصية تتكلم صوتك نزين ويتكلم مثلا على موضوع محتوى معين مثلا درس معين بطريقة احترافية مثلا بيشرح عن آلة معينة بيشرح عن شغلة معينة يتكلم يعني بشكل معين ممكن حتى باستخدام بعض التطبيقات أنك أنت تخلي تسوي لها بيئة معينة يقعد فيها يعني مثلا تبين أنت تحطها كأنه قاعد في مختبر كأنه قاعد في مثلا خلنا نقول في مصنع قاعد والله مثلا في قرفة قاعد في كذا تقدر تحط فيه باستخدامات الذكاء الصناعي فتركيب الصوت إيجاد الصوت المناسب عمل فيديوهات قصيرة الآن في بعض التطبيقات أيضا يعني قاعد يستخدمونها يعني بعض الأمهات أنها مثلا تأخذ صورة ولدها وتحطها في التطبيق وتكتب قصة وتسوي لها قصة مثلا من خمس ست صفحات سبع صفحات قصة عن الولد مثلا تعطيها بشنو شخصيتها شنو كذا شنو يحب شنو مثلا مقامرات فتسوي لها قصة وتشوف القصة طالعة بصورة الولد ويتكلم مثلا أحمد يحب المقامرات أو كذا يعني حلا أيضا بدأوا يستخدمون مثلا أنه والله يعني لا والله مثلا أنا ما بصوتي ولا مثلا أنا مثلا أعلى بتكلم كأني في نشرة أخبار فيمكن أسوي لك أنا شخصية تتكلم عن أحوال مثلا مثلا أحوال معينة أو كذا أحوال جوية أو كذا وكأنها تكون في نشرة أخبار فبدأ التطبيقات بتركيب الصوت ممكن أسوي لك أنا بعد حتى تقدم بالسن مثلا يعني مثلا أخذ صورة الطفل وأبدأ أقول له والله اقرأ وجهه وحسب لي مثلا بعد 5 سنوات 10 سنوات هذا شون شكله رح يصير عجيب فيعطيك شكله بعد 10 سنوات يقول لك مثلا أركب عليه صوت وأقول لك والله يبقى هذا رسالة من المستقبل يا ييتك عندي أنا ترى أنا ولدك فلاني إنزين وأنا الحين بهذا وأبا أنصحك مثلا نصيحة وكذا فكما يستخدم أمنا في استخدامات يعني متعددة وتطبيقات حلوة في المجال بدأت شركات واستثمر باستثمارات كبيرة أنا سمعت الدكتور وكلامك على ما تم قبل أن نذهب إلى فاصل صديق الدكتور يقول خلال يعني مدة قصيرة نحن رح نستعين فيه حتى في الأدوية حق مرضاننا نعطيه أمر يعطيه بدأ ثلاث مرات أربع مرات هذا مسكن هذا كذا هذا كذا يقول الآن يعني فيه قفزة رح تشوفونا خلال ما بي أقول خمس سنوات يقول يمكن خلال سنة رح تشوفونا صحيح نحن برد فاصل نستأذنك ورد مستكمل حوارنا شيق معاك إن شاء خلكم معاننا مكملين مع الدكتور خالد اللنقاوي لكن فاصل سريع وردين بإذن الله تعالى رجعنا لكم بعد الفاصل وحياكم الله مكملين مع الدكتور خالد اللنقاوي وكنا نتكلم قبل الفاصل عن أمور كثيرة في هالعلم الجديد اللي أشغلنا كلنا وهو الذكاء الاصطناعي دكتور أبي أديش على قولتهم بالكويت يدعون عليك اليوم نسمع الذكاء الاصطناعي ذكاء الاصطناعي يعطي أدوية يسوي عمليات بالمطارات يوديك وإنت بتروح لبوابتك موعد طيارتك يرشدك اليوم في بعض البرامج ما أنا بيسوي لها دعاية غربية حطي لك مرافق شخصي تعطيه أمر مرحبا في مطعم يمي يرشدك بدقة خطيرة دكتور هل ممكن نحن في القطاع الخاص نتكلم عن ربعنا المحاميين الأطباء كل القطاع الخاص وهو الأخطر ونحن دائما نقول القطاع الخاص قرار المتميزين الذي يعتمد على نفسه ممكن نحن نقعد ببيوتنا ننطرد بسبب هذه الذكاء الاصطناعي شوف أنا خلي أكون صريح معك يعني أنت الآن في بعض الوظائف فعلا مهددة أنها تطلع بره الحسبة يعني يعني إذا فعلا تم وصولها إيه يعني إذا يتطور الذكاء الاصطناعي بحيث أنه أصبح خلاص كان يفكر نفسك كان يسوي نفسك وقادل على أن يسوي وظائفك كلها أنا أتوقع أنه في كثير من الوظائف راح تصير تتغلص إيه تتغلص ليش عنا نقول هذا الكلام هذا إحنا عساسي نقول لك أنت دائما لا تكون مثلا يعني بالأسف خصوص بعد خريجين ثانوية توهم خالصين ثانوية فالعالم ما تسوي يقول لك والله الآن أنا أبي طب أنا أبي هندسة أنا أبي كذا فمحدد نفسها في أنواع من العلوم أنا أنصحك الآن شوف العلوم المستقبلية شين هي العشر سنوات الياية شنو المطلب شنو العلم اللي أنت تحتاجه واحد من المطالب راح يكون الذكاء الصناعي عجيب لازم أنت تخصص في هذا المجال الأمن السبراني وتواك علم البيانات اللي تكلمنا عنها أن أنا شون أسوي عقل شون البيانات أين معها ونظمها ورتبها وأسوي خبرات منها عساس أن أنا أقدر أستفيد من البيانات هذه فأنا يعني أقول لك يا أنه فعلا مستقبلا أو خلنا نقول يعني بالفترات القادمة أنا ممكن أن أرى وظائف أنها بدأت خلاص ما لأ يعني مثلا دعنا نقول على سبيل مثلا لا أذكر ويخافون الأخوان هذا الوظاف الإدارية أي بعض الشخص مثلا شخص في البنك الذي يصرفه وكذا هذا شنو الذي يحتاجه باشا إذا وجد مثلا مثل روبوت أنت تعطيه الشيك يحط لك الشيك ويعطيك ويقول لك هذا الموصل تعالي الموضوع صح أو لا صح بسوي إداع بسوي سحب بسوي كذا يسحب لك ويعطيك وهذا روبوت واقف يعني ممكن أنت وظيفتك هذه معناته أنك لابد أنك يجب أن تفعل شفت في تخصصك بحيث أنك بحيث أن لا أنا أكون داعم لأن في النهاية في النهاية سنكون واقعيين لا يوجد استقناع على العنصر البشري لابد أن يكون العنصر البشري موجود يعني إذا تم الاستقناع على العنصر البشري أننا صرنا تحت رحمة الآلة الآلة التي ستتحكم فيها ستتوجهنا والأخطاء تزيد والبلاوة تزيد أرى المشكلة الآلة دعونا نكون صريحين أن الآلة مدام منها مبرمجة فيه برامج معينة ومعطيها قوانين معينة فنسبة الخطأ فيها زيرو تقريبا نحن البشري خطأ ويعني لما نسوي شغل أو كذا ونخطأ يعني مثلا لو أنا أسأل أنا مثلا مرات أسأل الطلبة عندي مثلا سؤال خمسة ضرب خمسة فترقى واحد يطول في واحد سريع يجاوب في واحد كذا واحد يعطيك رقم ثاني فمعناها شوف التفاوت هذا كله أما الآلة لما تقول خمسة ضرب خمسة بالآلة الحاسبة خمسة ضرب خمسة يعطيك على طول الناتج ما في مجال الخطأ لأنها مبرمجة وخارصة فهذا هذا اللي نقع نقول نقول ما نقول مستقبل ما نقول مستقبلا يعني إن شاء الله إنه في بعض الوظاف رح تتأثر يعني يعني باتشر حنا ما نقول والله شنو الوظيفة المعينة والهذا ما قدر أحددهم بس في وظائف الآن حتى حتى البرمجة البرمجة يعني عسنا سوي برنامج أنا صار الحين الذكاء صناعي أنت تقول أبا سوي برنامج مثلا يسوي لي كذا كذا يسوي لك بكل أرياحية وبكل سهول وبسرعة وبسرعة وبدون أخطاء الله يحفظك ويفتح عليك دكتور الوقت الجميل دائما نقول يعدي بسرعة لكن بإذن الله مكملين مع الدكتور وما راح نخليه وهل ما شاء الله كمية المعلومات اللي كلنا نحتاجها بإذن الله ودائما يعني في ختام كل حلقة نقول عسى الله يحفظكم ويحفظوا عيالكم لكن الثقافة والمعرفة أكيد مطلب وضرورة كل يوم بإذن الله راح نتكلم عن شيء يهمكم ويهم عيالكم ويفيدكم بإذن الله نشوفكم باتشر مع السرامل